Hello, my students. How are you? I hope all of you are fine. With you, Miss Mai Magdi. We are back again to continue our first unit, which is titled as Ready, Get, Set, Go. Are you ready? Let's start. Today, we are talking about daily routines. يعني اي يا Miss Mai? يعني حاجات انا متعود اعملها كل يوم. فبسميها daily routines. يعني حاجات انا متعود اعملها كل يوم. كل يوم. كل يوم. اوكي؟ طيب زي ايه؟ تعالوا نشوف. Open your book. Page number four. افتح الكتاب بتاعنا. Page number four. Let's start with picture number one. We will start with the first thing we do. احنا دلوقتي هنبدأ مع اول حاجة انا بعملها خالص 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 ايه هي؟ اول حاجة انا بعملها كل يوم اني بصحة من النوم. طيب بقول ايه؟ I get up at seven o'clock. هنا انا بصحة كل يوم الساعة سبعة. يبقى I get up at seven o'clock. Again, I get up at seven o'clock. انا بصحة كل يوم الساعة كام؟ الساعة سبعة. اوكي. يبقى I get up at seven o'clock. Repeat after me. I get up at seven o'clock. Excellent. Okay, the second thing we do after getting up. طيب ايه الحاجة التانية اللي بعملها بعد كده؟ I'm hungry. It's time for breakfast. Yummy. دوقت الفطار. I eat my breakfast at half past seven. I eat my breakfast at half past seven. انا بتناول الفطار الساعة كام؟ Half past seven يعني الساعة سبعة ونص. اوكي. Then. I take my school bag. And what? باخد الشنطة بتاعت المدرسة بتاعتي. وبعمل ايه؟ What do I do? بعمل ايه؟ Excellent. سمعيكم. I walk to school. بذهب للمدرسة. Excellent. يبقى I walk to school with my mom. انا بروح للمدرسة. ماشي مع ماما. at eight o'clock. الساعة تمانية. الساعة كام؟ Excellent. الساعة تمانية. اوكي. Again. I walk to school with my mom at eight o'clock. انا بذهب للمدرسة مع مامتي الساعة تمانية. اوكي. After going to school. بعد ما بروح للمدرسة. And we studied a lot, a lot, a lot. Now it's time for lunch. بعد ما رحت للمدرسة وذكرت كتير كتير كتير. جيم عاد ايه؟ Excellent. جيم عيد الغداء. Bravo عليكم. It's time for lunch. ده مع عيد الغداء. I am hungry again. انا جعين تاني. I have lunch. انا بتناول الغداء. at one o'clock. I have lunch. at one o'clock. انا بتناول الغداء بتاعي الساعة كام؟ One o'clock. Okay. Again, repeat after me. I have lunch at one o'clock. I have lunch at one o'clock. Excellent. سمعيكم. Bravo عليكم. Okay. Let's go to picture number five. What do I do? انا بعمل ايه هنا؟ Excellent. بلعب تنس. يبقى I play tennis at half past four. يعني يا ميسمي. يعني دلوقتي تجي معادي النادي. انا بلعب في النادي تنس الساعة اربعة ونص. انا بعمل ايه؟ I play tennis at half past four. انا بلعب في تنس الساعة اربعة ونص. Okay. Let's go to picture number six. تعالوا نشوف picture number six. What do I do؟ انا بعمل ايه؟ مش عارف يا ميسمي مش شايف. طب كده. آه. بلعب بالعجلة؟ ولا انا بعمل ايه؟ تعالوا نشوف. I go home at half past five. I go home at half past five. انا رايح للمنزل انا مروحة للبيت. At half past five. الساعة خمسة ونص. I ride my bike. انا بقى ايه؟ انا رقب العجلة بتاعتي. يبقى خلصت لعبة في النادي خلاص. الساعة بقت كم؟ الساعة بقت at half past five. الساعة بقت خمسة ونص. طيب انا هعمل ايه؟ I go home. انا رايحة للمنزل انا مروحة. يبقى I go home at half past five. I ride my bike. انا مروحة لبيت الساعة خمسة ونص. و انا رقب العجلة بتاعتي. انا بحب جدا جدا اللعب بالعجلة. انتو بتحبوا اللعب بالعجلة زي؟ بجال؟ انا بسطة جدا انكم بتحبوا بالعجلة زي. احنا لازم نلعب مع بعض مرة. اتفقنا؟ 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 هنشوف الاستخدام بتاع التنز دوات ايه. اوكي؟ هم بيتفرقوا على التلفزيون كل يوم بالليل. طيب. نمبر تو. هو بيشرب الشاي في الفطور بتاعه. يبقى هو متعود على كده. يبقى it's a habit. اوكي؟ اتفقنا. نمبر تو. نمبر تو. ريبيتد اكشن. ايه هو الريبيتد اكشن؟ What's the meaning of repeated action يا مسماي Repeated action يعني إيه Repeated actions mean This actions happens again and again معناها إيه معناها إن الأكشن اللي أنا بعمله دوت Happens يعني بيحصل Again and again يعني مرة ومرة ومرة كتير جدا For example زي ما إحنا شايفين كده I get up at 6 o'clock every morning أنا بصحص ساعة 6 كل يوم الصبح ده يبقى اسمه إيه ده يبقى اسمه repeated action أوكي وبكده يبقى عرفنا الوسpage بتاعتي present sample tense قلنا number one habits number two repeated action ط تعالوا نشوف الkeywords H tense كل زمن has keywords بيكون ليه كلمات دل علي والكلمات الدل دي بتكون إيه بتكون refer to this tense بيكون بتشير أو بتعبر عن الزمن دوت طيب what are the keywords of the present sample ايه يامي اسمع الكيوورد بتاعت ال present sample تعالوا نشوف الكيوورد بتاعت ال present sample نمبر وان عندي always 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 نمبر تو usually 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 نمبر ثري often 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 نمبر فور sometimes 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 وبكده يبقى عرفنا الكيوورد بتاعت ال present sample tense طيب تعالوا نشوف what is the form of this tense ايه التكوين بتاعت الزمن دوت تعالوا نشوف تعالوا نشوف الفورم بتاعت ال present sample مع I we you you they they ايه الفورم بتاعتوا بقى مع I, we, you, you, they اللي بيجي بعد ذيهم infinitive واتزا مين ننقوا في infinitive يامي اسمعي infinitive يعني the first form of the verb يعني يعني ايه بردو او clean verb يعني ايه وزاوة any addition يعني يعني الفورم بتاعي بيكون الفعل الاساسي بدون اي اضافات طيب for example عايز اقول انا بلعب اقول ايه I play طيب عندي بعد كده we sleep هنا قلنا play ما دفناش لها any letters ما دفناش فيها اي حروف sleep برضا ما دفناش فيها اي حاجة الفيرب عندي هنا infinitive اوكي طيب عندي ايه تاني you run they read اوكي يعني الفيرب بتاعي بدون اي اضافات الفيرب بتاعي قلنا the first form of the verb طيب done اوكي قال لي بس يميس ما يتكير بقى مع singular pronouns اذا ما لهم تعالوا نشوف اللي هم مين قال اللي هم he she it ما لهم اللي الفيرب بعديهم بنكون ايه we add s or es or i es to the verb يعني انا بضيف للverb es or es or i es امتا هقول لكم الحالات كلها واحدة واحدة طيب ناخد الاول example for example he plays ادي play عندي الفيرب أو play هنا ضفنا له ايه es اوكي she drinks she drinks ضفنا للdrank letter es طيب it runs it runs ضفنا للverb هنا letter es طيب امتا يسمعي بضيف للverb es or es or ies number one عندي in generally we add es to the verb for example عندي read بقت reads ضفنا له es طيب هتبقى زي الصورة اللي قدامي كده she reads يبقى كان عندي الverb في الاول ايه read عملنا ايه ضفنا له ايه es number two play بقت plays ايدي عندي play ضفنا لها es بقت plays طيب السنتنس بتاعتي he plays ايدي السبجك بتاعي he بعد كده الverb plus es he plays اوكي طيب امتا يسمعي بضيف للverb es we add es to the verb if the verb ends in x or s s ch s s يعني يعني لو الفرب بتاعي يميسمعي انتهى بx او o او s او ch او sh بضيف لي es for example number one عندي go طيب لما قيت اضيف go مع السبجك بتاعي اللي هو she بقت goals طيب ليه يميسمعي هنا قلنا goals لان الفرب بتاعي go اللتر الاخير اللي فيه o وحنا قلنا لو لو الورد بتاعتي او الفرب بتاعي انتهى بletter o بضيف لي es زي ما احنا شايفين طيب عندي wash 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 انتهت بايه sh طيب لما قيت اضيفها معه هضيف لها es لانه يميسمعي اضيفنا لها es لان wash انتهت بايه بs h تاني هارجع ل number one go هشوف الفرب بتاعي انتهى بايه الفرب بتاعي يميسمعي انتهى بletter o طيب يبقى ايه we add es هتبقى go هتبقى goes طيب الفرب التاني اللي عندي wash طيب هبوس بردو على ال ends letters بتاعته sh يا ميسمعي يبقى washes هضيف له es اوكي طيب اوكي يبقى احنا كده عرفنا امتة بضيف للفرب es وامتة بضيف للفرب es طيب انت بايه يا ميسمعي بضيف للفرب بتاعي i es تعالوا نشوف number three تالت حالة عندي اللي هي الies we add is to the verb if ends in a consonant plus y يعني if the verb ends in y وقبله consonant لو الفرب بتاعي انتهى بletter y وقبله consonant لو الحرف الساكن هعمل ايه we cancel y and add i es ها cancel y هاشيل لتر y وهضيف مكانه i es اوكي for example study عندي هنا study اوكي study انت ان y وقبلها حرف ساكن يبقى هعمل ايه هاحزف ال y and add i es زي ما انتو شايفين study اهي اخر لتر فيها كان عندي y طيب وقبل ال y كان عندي consonant حرف ساكن اللي هو d طيب هعمل ايه ها cancel letter y هاشيل letter y واضيف i e es اوكي تمام يلا نحل مع بعض الاكسرسايز دا هنا مطلوب مني correct يعني ايه correct يسمي يعني اصحح جايب لي الverb غلط مكتوب غلط مطلوب مني اصحح اوكي number one i what جايب لي هنا gets up at six o'clock طيب احنا قلنا مع i we you they قلنا الفرب بتاع بيكون infinitive اوكي طيب gets كده صح برسير voice excellent no كده gets غلط يبقى المفروض الفرب بتاعي يبقى infinitive اوكي وان يعني infinitive يعني clean verb طيب هتبقى bravo عليك وشاطرين get هتبقى get i get up at six o'clock اوكي number two she eat sandwiches she eat هي كده eat صح مع she هتبقى eat احنا مش قلنا مع he وshe وat يبقى verb plus s or es or i es ok eat eat هتبقى excellent bravo عليك وهتبقى eats هضيف لها s bravo عليك وشاطرين جدا طيب number three i goes to school ايه داي مسمعي هنا goes زي احنا مش قلنا مع i we you they برافو عليك وشاطرين طيب يبقى goes دي هتبقى هاها bravo go هعمل ايه we cancel es cancelنا es برافو عليك طيب number four he lesson to music he lesson هتبقى lesson كده صح هاها no طيب المفروض هتبقى ايه برافو عليك وسمعيك وشاطرين جدا lessons هادف لها letter s تبقى he lessons to نياضي ليه هنا قلنا او ليه هنا ضفنا letter s لان احنا قلنا يمي اسمعي مع present sample مع he she it بيبقى الverb plus s or es or i es برافو عليك طيب number four sorry number five they often visits their uncle visits كده صح no امه ايه برافو عليك وانفينتف يبقى i we you they plus infinitive طيب visits كده صح قلنا no طيب هتبقى ايه visit برافو عليك وشاطرين جدا شاطرين جدا جدا النهار ده برافو عليكم اوكي احنا بكده نكون خلصنا الفورم والkeywords بتاعة present sample وبكده نكون خلصنا lesson two وان شاء الله in our next video في الفيديو اللي جاي i will teach you how to tell the time in english هعلمكم ازاي تقولوا الوقت او تقروا الساعة بالانجلش اوكي i hope this video was sample and interesting وزاي ما عودتكم هسيب ليكم لينك الhomework في الdescription تحت don't forget to subscribe our channel تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد thanks for watching see you soon bye